طيب معنا دلوقتي دكتور عمر أصام طبيب طبيب النادي الأهلي لكرة الياد مش معنا دلوقتي مش معنا طيب هو لسه مش معنا دلوقتي بس هو قال لنا خبر مهم جدا جدا بالنسبة لعلي زين قال لنا ان الأشعة أثبتت أكيد يعني إصابة علي زين بمزء في عضلة السمانة وتأكد غيابه عن بطولة كأس الكووس الأفريقية لكرة الياد هو هيحتاج فترة علاج ثلاث أسابيع وبعدها يعود مرة أخرى للملاعب والكلام على لسان دكتور عمر أصام طبيب النادي الأهلي لكرة الياد مرة أخرى علي زين تأكد إصابته بمزء في عضلة السمانة ومش هيلحق كأس الكووس الأفريقية لكرة الياد مع النادي الأهلي هيغيب أو هيحتاج فترة علاج ثلاثة أسابيع رغم أن حاجة تزعل رغم أن حاجة تدايق علي زين بس برضو الحمد لله أن الإصابة ما كانتش أكبر من كده زي ما كان الكابتر بقين مصري قال لما ويع مسك رجبته فكلنا تخضينا لقدر الله يعني طلعت العملية أبسط من اللي احنا كنا متخيلون وإن كان طبعا خسارة كبيرة للنادي الأهلي غياب علي زين عن هذه البطولة وبطولة كأس الكووس الأفريقية بالمناسبة علي زين مازال في المستشفى يتدقى العلاج والفحوصات حتى هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر